كان صعوبته مش بس في التحول هو كانت يعني الشخصية مقسومة لشقين في العرض الشق الأول أو النص الأولاني أن العرض بيتكلم عن الشخص ده وهو بني آدم عادي قبل ما يحصل له الحدث اللي بيغير شكله أو بيخلي الدرومة كلها تتحرك في مصار تاني يعني نوع تتحول لحشر فهي شخصية معقدة جدا نفسيا أنه هو عنده يعني عنده نوع من أنواع السزاجة والمرض والهلاوس والتوحد وعنده شيء من الإنسانية برضه بس هو مش قادر يستوعبه أو يفهمه أو يحط إيده عليه هي دي مكونات الشخصية اللي أنت في مكونات كتير بس دي من ضمنها ده قبل ما تتحول يعني فكان صعب قوي يعني كان مذاكرة الموضوع صعب قوي أن أنا أقدر أوصل كل ده زائد بقى اللي أنا بعد كده عايز أتحول بالكلام ده كل عيزة بقى حشرة مش معروفة أصلا فاتفرجت طبعا زي ما أنت قلت على معظم الحاجات اللي اتعاملت بالشكل ده برا وتفرجت على مدارة مصرح كتير برا يعني بيبقى فيديوهات على الإنترنت أو كده لشكل الأداء أو الأدوات المفروضة أستخدمها عشان أقدر أوصل شكل زي ده يعني كان فيه بحث كده كبير عشان أقدر بعد ما أقرأ وتفرج ولاحظ الحاجات أنفذها تترجب المفروض الترجمة دي برضو كانت صعبة جدا فالموضوع كان بيتطلب جهد جسد يعني جهد جسدي كبير عايزة أرجع لك وأعرف التفاصيل دي أكثر بس عايزة أروح لغادة كمان ونشوف غادة أفضل مؤسلة دور تاني عايزة أعرف دورك كان إيه غادة في الرواية دوري وخبراتك التمثيلية أكيد دوري في العرض كان دور مغنية لكن هو الدور مش موجود في الرواية الأصلية يعني هو الدور موجود في الإعداد المسرحي المغنية دي بتشتغل في نفس المكان اللي بيشتغل فيه بطر العرض تتغني أصلا بتشتغل في نفس المكان وعايشة في نفس العالم البارد اللي بدون أي ملامح ولا تواصل إنساني ده عندها أزمة أن هي اتعرضت للتنمر أو عنصرية من الناس بسبب شكلها فبقى عندها عقدة أن هي بتفسر أي محاولة للتواصل معاها على أنها عنصرية ضدها أصلا من كده أن أنت شكلك متغير تبقى من في العرض؟ يعني إلى حد ما لا إحنا شايفين ماشاء الله حاجة كويسة تنمروا ليه بقى قولي شكلك في العرض كان عامل أزاي ملامحك أزاي كانت متغير إحنا كنا حطين كلنا ميك أب أبيض يعني ناتج شاحب شديد للحوبة والبرود ناتج عن أو بيعبر عن العالم البارد اللي إحنا عايشين فيه ده وإزاي البني أدمين بقوا بهتين من جوا ومن بره وكنت لما شعري لو بتسعر علي شاكلي يعني وكنا عاملين بنبرز قوي إن أنا مناخيري كبيرة وإن أنا دي عقدة شخصية عندي إن الناس كلها بقى قالت لك مشكلة التنمر بالضبط كده تمام بس فكنت أي موقف أو محاولة للتواصل معايا في العرض بترجمها للحتة دي إن الشخص ده بيبصلي عشان أنا مناخيري كبيرة عشان هو شايف إن شكلي وحش عشان هو عايز يتريق علي وهكذا لحد ما هي في الآخر بعد التحول كمان تحول هو إحنا فرضين إن لحظة التحول دي كانت لحظة يعني مش مصطفى الواحد واللي تحول آه لكن هي كانت لحظة انفجار بالنسبة لشخصيات العرض كلها مش بس عمد بطل العرض فبعد التحول هي بتمارس العنصرية دي بتبقى لحظة انتصار بالنسبة لها إن هي أخيراً بتمارس العنصرية دي على شخص غيرها وبتمارس كل اللي هي حسته ضدها يعني كل اللي تعمل فيها هي بدأت تعمله بالشكل تاني آه وكانت لحظة انتصار بالنسبة لها وسعادة مش طبعية وهي في حقيقتها بفهمنا إحنا شيء باقس جداً بس هي كشخصية كانت مبسوطة جداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر